اشتركوا في القناة سأقوم بقراءة الحديث النبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم من المعاني المهمة الواردة في هذا الحديث لا ينظر إلى صوركم أي لا يحاسبكم على ألوانكم وأنسابكم ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أي أن الله تعالى يحاسبكم على أعمالكم وعلى إخلاصكم في النية لله تعالى تحدثنا في دروس سابقة عن الصحابة الجليل أبو هريرة لعدة مرات لكن الآن سنستذكر بعض المعلومات المهمة عنه الصحابة الجليل راوي الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أسلم في السنة السابع للهجرة وقد لازم النبي وانقطع لخدمته كان من أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له وذلك بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لأبي هريرة بالحفظ فاستجاب الله تعالى لدعاء النبي وأصبح أبو هريرة من أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث الشريف توفي أبو هريرة في السنة السابع والخمسين من الهجرة يرشدنا النبي في هذا الحديث الشريف إلى ميزان التفاضل الرباني ومعنى ميزان التفاضل الرباني أي الأمور التي يفضل الله تعالى بها بعض الناس على بعض أو الأمور التي يحاسب الله تعالى الناس بناء عليها فيخبرنا النبي في هذا الحديث أن الله تعالى لا ينظر إلى صور الناس وأموالهم أي لا يحاسبهم على صورهم وأشكالهم وألوانهم ولكن يحاسبهم على ما في قلوبهم من الإيمان والنية الخالصة لله تعالى ويحاسبهم أيضا على أعمالهم إذن ميزان التفاضل الرباني مختلف تماما عن ميزان التفاضل عند البشر لأن البشر قد يقيمون بعضهم البعض في الدنيا بناء على أمور مختلفة مثل قد يقيمون بعضهم بناء على أنسابهم أو مناصبهم أو أموالهم أو أشكالهم إلى غير ذلك من الأمور الدنيوية لكن الله تعالى يقيم البشر ويحاسبهم بناء على أسس قبول العمل وهي الإيمان الصادق المقرون بالنية الخالصة والعمل الصالح إذن نستنتج من الحديث إن خلو قلب الإنسان من الإيمان والتقوى مع اهتمامه بمظهره الخارجي لا ينجيه عند الله تعالى إذن ما ينجي الإنسان هو اهتمام الإنسان بمظهره الخارجي مع اهتمامه بقلبه وأعماله فقد قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم معنى أكرمكم أي أفضلكم عند الله تعالى أتقاكم ولو جئنا لتفسير التقوى نقول التقوى في اللغة هي الوقاية من سخط الله تعالى وعذابه أما التقوى في الاستلاح تعني التباع أوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه فالله تعالى يخبرنا في هذه الآية أن أفضلكم عند الله تعالى هو أكثركم عبادة لله تعالى مع إتقان الإخلاص في العمل إذن فعل المسلم أن يهتم بمظهره الخارجي لأن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده بالإضافة إلى الاهتمام بقلبه بما في قلبه من النية الخالصة لله تعالى والعمل فالقلب السليم هو القلب الذي يحب الله تعالى ويحب الناس الخالي من الحقد والضغينة والحسد ويدفع صاحبه إلى العمل الصالح إذن فالله تعالى يرى المسلم ويعلم ما في قلبه من النية الخالصة لله تعالى فعل المسلم أن يعمل الصالحات وأن يخلص النية لله تعالى في هذا العمل حتى ينال الأجر والثواب وحتى ينال رضا الله تعالى والجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته